صباح الخير لكل حدا عم بتابعنا كنا عم نحكي عن التوقعات الفلكية لسنة 23 ووصلنا لبرج الجدي الربع الأول فترة تحمل التطورات وتغيرات إيجابية التعب اللي كان عندك بالسنين الماضية سرح يبدأ يتحلحل وينتهي فبدك تعمل على طوي صفحة من حياتك على كل المستويات سواء كان على المستوى المهني أو العاطفي أو العلاقات الاجتماعية وبالذات العلاقات الاجتماعية على مدار السنة رح يكون في غربلة بالعلاقات مع عدى الربع الأخير رح يكون في عندك علاقات جديد من نوعها شهر أربعة وخمسة وجزء من شهر ستة في تغيير جذري على المستوى المالي هذا البرج اللي هو كثير مبذر رح يعيد النظر بطريقة تعامله مع الأموال وكمان رح يعمل على استثمارات قد تتسعى لشراء بيت أو ذهب أو تستثمر أموالك بشيء يرجع لك بأموال إضافية هذه الفترة تحصل على أموال إضافية من عمل إضافي أو توسيع عملك الحالي كل الأمور المالية متابعة معاملات التوقف عن العادات السلبية ماليا شراء شيء غير مفيد تحب الاستجمام والسفر وتصرف لكثير من الأموال هذه كلها رح تتوقف تهتم بالشريك أكثر وبالأولاد أكثر وتخصص لهم وقت أكثر بهذه الفترة يعني على المستوى العاطفي فترة جيدة جدا هاي الثلاثة أشهر أنه تعيد تصويب وتعديل حياتك عاطفيا شهر سبعة وثمانية فترة انتقالية والكثير منكم بفكر بالسفر للهجرة أو الرجوع إلى شيء من الماضي أو الرجوع للدراسة شيء جديد رح يدخل على حياة برج الجديد الربع الأخير من السنة رح تهتم بالأمور العائلية وبالأمور القانونية وبدك تكون منتبه أنك ما تخالف القوانين وما تسمح لحد يقودك لشيء ضد القانون تتابع معاملات قانونية كانت صعبة عليك بالسابق حاول أنه ما تأجلها لأنه هاي الفترة ممتازة جدا فترة ضغطة ولكنها إيجابية خاصة إذا عرفت كيف تتعامل مع المعطيات برج الدلو اللي هو من الأبراج اللي رح تكون عندها الأمور متغيرة بشكل كثير كبير فترة انتقالية بحياة برج الدلو وأكثر الأبراج اللي رح يعمل تعديل على حياته والتخلص من سلبياته فترة تقودك إلى التفكير ببرمجة جديدة لحياتك نظام جديد تحطه لحتى تعيش السعادة أكثر كمان الدلو من الناس المبذرين رح يتوقف هذا الشيء ونلاحظ عدم التبذير عند الأبراج رح يكون أكثر عند الأعمار الكبيرة لأنه عندهم تجارب بالحياة الناس اللي طلعت هسة على الحياة وهسة بلشت تشتغل ما رح نلاقي عندها تغيير كثير بحياتها على مستوى التبذير ولكن اللي عندهم تجارب بالحياة وعم نحكي لكل الأبراج السنة الثلاثة وعشرين رح يكون تمسكوا إيديكم كثير مالياً وتعرفوا كيف تستثمروا وعدم التبذير والمحافظة على الموارد المالية اللي عم تجيكم بـ 23 كمان فترة جيدة للاستثمار للبيع للشراء أي شيء يخطر عبالك برج الدلو بدك تعمل دراسة كويسة لحتى تكون أمورك صح السفر أيضاً والهجرة متاحة لبرج الدلو لكثير من برج الدلو اللي ما حالفهم الحظ بسنة 22 لسه الأمور مكملة بـ 23 لمتابعة معاملات للسفر لغرض الدراسة لغرض العمل أو لغرض الهجرة شهر سبعة وثمانية رح تزداد الرحلات السفر قصيرة أو بعيدة تزداد الفرص لحتى تثبت قدراتك ترجع لهواية معينة القراءة رح تزداد عند برج الدلول مطالعة حفظ بعض الأشياء تعلم لغة جديدة كثير من الأمور الجديدة رح تدخل على برج الدلو تخص التعلم الربع الأخير فترة تحمل كل ما هو جديد رح تزداد ثقتك بنفسك وتهتم بشخصك على كل المستويات تتابع أمور صحية مش بالضرورة تكون مريض وأنه ممكن تعمل فحوصات تهتم بنفسك أكثر بمظهرك رح يكون عندك فرص عمل جديدة ممكن تكون بغير تخصصك وفرص متنوعة وحسب سعي برج الدلو أن برج الحوت الربع الأول رح تكون فترة ضاغطة الفترة الأولى لأنه فترة التغيير والتخلص من كل ما هو سلبي رح تعيد النظر بحياتك كلها إيش ما صار معك بسنة 22 ممكن هذا الشيء يربك برج الحوت لأنه إنسان حساس جداً ومزاجي بعض الشيء لذلك بعض الأمور اللي بتجي عباله من الماضي ممكن تقاذي نفسياً فاهتم بصحتك انتبه للمعطيات حاول تطلع من هذا الموت بسرعة لأنه شهر أربعة وخمسة وجزء من ستة فترة تحمل الفرص وممكن تقودك لسفر تغيير مكان سكن تغيير مكان عمل كلها رح تكون إيجابية ومن مصلحتك ولابد أيضاً نوصي برج الحوت بالسرية التامة بحياتك ما تحكي شيء لحد أبداً لأنه أنت بفترة ما بتعرف ناسك من اللي هم بيحبوك أو هم بيكيدو لك بعض الشر داخلهم فبدك تكون حريص بالتعامل مع الناس ومع العلاقات الاجتماعية بدك أيضاً تحافظ على علاقاتك وتعززها وما تخسرها مع الشريك العاطفي ممكن تكون الأمور جيدة لأنه فترة ممتازة جداً أنك تعمل على تعديل وتصويب العلاقة لحتى تعيش السعادة مساندة أحد الأطراف مالياً واردة بالربع الأخير من السنة هلأ بدنا نحكي شوي نقاط عن 23 إذا كنت أنت من الناس الطيبين جداً واللي ما بتعرف وتقولوا لا حتى على حساب مصالحكم مساعدة الناس فيها إنسانية ولكن لما تعود عليكم بالسلبية هذه الفئة من الناس بدي أحكي لهم سنة 23 ما رح تكون هيك رح تغير حالك كثير من بداية 23 عليك أنه تعيد النظر بهاي الصفة الموجودة عندك لحتى تتخلص منها وتعرف كيف تحافظ على كل ما تملك هذه الفترة فترة 23 هي فترة تغيير لكل الأبراج صحة 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 مارتنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة